نفكر حضراتكم أن تبعت لنا إجابتكم على صفحيتنا على السوشيال ميديا على فيسبوك المسلسلات التي تتبعها في رمضان وأحداثها مؤثرة فيك وخلونا دلوقتي نصبح على زملتنا في الستوديو ليندا ونتعرف منها على أخبار التقس والمرور والعملات وأسعار الدهب النهاردة صباح الخير عليك يا ليندا صباح الخير عليك يا بسانت صباح الخير يا أحمد ليندا بتتفرجي على إيه في رمضان ومسلسلات المؤثرة فيك الغدرات بسي بسانت أنا بحب جدا المسلسلات اللي فيها إثارة وتشويق ولقيت الموضوع ده في مسلسل سوتس بطولة الفنان طبعا آسر ياسين اللي أنا شايف الحقيقة لايق جدا على شكله وشخصيته الدور ده وكمان عجبني جدا المحادثات والمشاهد المبين الفنان أحمد داود ومحمد شهين بالذات أنها بالجانب الإثارة والتشويق فيها نوع من أنواع الكوميديا حسن هم نافذ بشكل كويس أويل نسخة الأمريكية منه آه صراحة آه بالنسبة لحالة التقص بقى فيه انخفاض كبير في درجات الحرارة مبارح القاهرة سجلت 39 النهاردة الحمد لله بتسجل 32 الحمد لله يا رب تنزل أكتر يا رب هتنزل فعلا أكتر في الأيام الجاية وتتحسن بشكل كبير إن شاء الله طبعا خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء هنبتدي مع سعر البيع هيكون 18.38 أما الشراء فى 18.28 اليورو البيع بيسجل 20.03 والشراء بيسجل 19.91 الجنيه الاستليني البيع بيسجل 24.04 أما الشراء فى بيسجل 23.89 الفرانك السويسري البيع بيسجل 19.70 والشراء بيسجل 19.59 هنروح لليوان الصيني البيع بيسجل 2.89 أما الشراء فى بيسجل 2.87 الريال السعودي البيع بيسجل 4.90 أما الشراء فى بيسجل 4.87 الدنار الكويتي البيع بيسجل 60.38 أما الشراء فى بيسجل 59.97 الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 5 والشراء بيسجل 4.97 أما بالنسبة لأسعار الدهب فى عيار 18 سجل 839 جنيه للجرام أما عيار 21 فى سجل 979 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1118 وأخيرا الجنيه الدهب سجل 7.872 خلونا دلوقت مشاهدين نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هيكون فيه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والجوه هيكون حر على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وهيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وهيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات الصعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 23 هنتابع مع حضرتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية